منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في النجف الأشرف بدأ الخيرون من أبناء المحافظة بتقديم الخدمات للمصابين كل حسب تخصصه لتوعية المجتمعين بالخطورة الوباء للحد من تفشيه ومنع انتشاره الناس تطلب أطباء يزوروهم للبيت قررنا نخوض هذا الغمار فزرنا عدد كبير من الناس لبيوتهم قارب 150 تقريبا زيارة المريض تابعناهم زيارات ومتابعات مستمرة بين يوم يوميا وأيضا متابعات على الواتس أب والحمد لله مستمرين في هذا العمل مصطفى الشبلي واحد من الأطباء العاملين في مركز الأورام السرطانية أخذ على عاتقه زيارة المصابين في بيوتهم لتقديم المساعدة الطبية لهم والإشراف على صحتهم فضلا عن تقديم أغلب العلاجات مجانا لينتقل من بيت لآخرة دون كلل أو ملل جدا سعيد من تشوف أنت جاي تساعد الناس خلاص يما الناس المعوزة كثير من الناس معدمة ما أعطت تشتري علاجات ما أعطت تزور طبيب شعور غامر بالفرحة أشعر بسعادة تامة أم علي واحدة من المصابات بكورونا فيروس اكتسبت الشفاء التام بعد معاناة استمرت لأكثر من شهر تحدثت عن دور مصطفى في تقديم الخدمات مؤكدة على ضرورة تضافر جهد للقضاء على وباء قاتل لا يرحمه إلا من واجهه بعقل ووقاية الحمد لله وشكر الله أعفاني من هذا الوباء اللعين وبسلامة الله وبسلامة أستاذ مصطفى دكتور مصطفى ما قصر والله كل ثلاثة يجينا حتى الدوة حتى الدوة بلاش يعني هوا يأكو شبابيش طائشة وما أخذيها باستهزاء حتى الناس ما أخذتها باستهزاء هذا المرض لا ما أكو شيء ما أكو شيء بس هم الناس من توقع بيها يا الله يتأذى بيها أوصل رسالة الناس أن يحافظون على روحهم أكثر أكثر من اللازم أكثر من اللازم يتلزمون بالكمامة والكفوف ويبتأ تباعد شخصي من النجف الأشرف أيمن الشريفي العراقية الإخبارية